موسيقى سهل خير أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بنوك واستثمار معكم إسماعيل حمد كل يوم عن يوم بنتأكد أن قرار الإصلاح الاقتصادي لنفذته مصر في 2016 كان واحد من أهم القرارات في تاريخ مصر وجود قيادة سياسية لها رؤية وحكومة بتتحرك بسرعة وبنك مركزي وجهاز مصرفي قوي عوامل رئيسية في نجاح الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية بكل زكاء ونجاح النهاردة بعد مرور حوالي أربع شهور من بداية أزمة كورونا الإصلاحات الاقتصادية أثبتت كفائتها في مسندة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية وأثبتت كمان قدرتها على استمرار تدفق السلع الاستراتيجية لمصر واستقرار سوق الصرف وده أكبر دليل على إن احتياطي مصر من ناعد الأجنبي فعلا وصل لمرحلة كان قادر على امتصاص الصدمات الناتجة عن التقالبات الخارجية نروح لمبادرات كمان أطلقتها الحكومة والبنك المركزي المصري بتوجهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم بتثبت لنا هي الأخرى أننا ماشيين على طريق صحة قرارات ومبادرات كل يوم للحفاظ على الاقتصاد المصري هدفها تشجيع الانتاج الانتاج المحلي علشان نحافظ على البلد في ظل أزمة بتواجه العالم كله وبيعاني منها دول كبيرة من يومين اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور الأستاذ طارع عامر محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أطلقوا ووزير المالية كمان أطلقوا مبادرة لرفع الحجز الضريبي عن أي عميل يسدد واحد في المية من أصل الضريب احنا هنا بنتكلم عن مبادرات متتالية يعني هدفها انقاذ حوالي 24 مليون موظف من موظفي القطاع الخاص من البطالة في وقت العالم بيواجه فيه أزمة كبيرة وملايين في أمريكا وأوروبا فقدوا وظائفهم الأسابيع القليلة اللي فاتت بسبب فيروس كورونا مبادرة رفع الحجز الضريبي دي بيستهدف منها حوالي 126 ألف مستفيد بشكل مباشر ما بين شركات وأفراد ومنشآت بنتكلم عن مبادرة سيتم رفع الحجز عنها بقيمة 65 مليار جنيه المجموعة الوزرية بحثت أيضا إعفاء الممولين تماما من جميع غرامات التأخير السابقة والفوائد وهي مبالغ ضخمة جدا الحياة المبادرة دي هترجع الحياة لمشروعات وأعمال ووظائف لدهس كتير كانت خلاص وقفت وبتواجه مشاكل كبيرة النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن كل الأضايا دي وكمان هنتكلم عن دور الجهاز المصرفي المصري في مسندة الاقتصاد المصري والدور اللي بيلعبوا واحد من أهم البنوك هو بنك مصر في السوق المحلية وده هيكون مع الأستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اللي بشرفنا في الستوديو النهاردة أهلا وسهلا يا أستاذ عاكف أهلا أستاذ عاكف يعني يمكن عندنا أحداث كثيرة ومتلحقة على مدار الفترة الأخيرة ويمكن المبادرات اللي بيطلقها البنك المركزي والحكومة تباعا بتكون سريعة جدا ويمكن أخيرها الكلام عن رفع الحجز الضريبي عن العملاء أو الممولين الضريبي معنى رفع الحجز الضريبي إيه وإيه القصة دي يعني أساس القصة جاي منين أساس القصة من حق مصلحة الضرائب نية تبعت للبنوك نية بتحجز ده حاجة قانونية نية تقدر تحجز على الأشخاص اللي هما ما بيدفعوش الضرائب بتاعتهم فالقرار اللي اتخذ ده ده بيدل على كذا حاجة أول حاجة أن الدولة بتهتم جدا بالمواطنين والشركات بتاعتها بسرعتهم في تأخذ القرار والآن من كل ده التناغم ما بين الجاية المختلفة جوه الحكومة ما بين الوزير المالية معالي المحافظ المجموعة الاسترادية ككل في تناغمة بينهم واخدوا هذا القرار الأول كان تم تخفيض النسبة التي مفروض أنها تتسدد لخمسة في المية بعدين تصدر هذا القرار أنها تتوقع واحد في المية طب يعني واحد في المية دينا مثال يعني لو واحد عليه ضريبة مئة ألف جنيه لو دفع ألف جنيه النهاردة الحجز الضريبة عليه على أمواله في البنوك أو على أموال شركته يتم رفعه خلاص يتم رفعه وبالتالي يقدر أنه هو ياخد الفلوس دي النهاردة ويتعامل يتعامل بقى مع المواردين يدفع المرتبات بتاعته يشتري سلع وبتدي يتاجر فيها يبتدي يتحرك فلما هو يتحرك يبتدي سوق يتحرك بصورة أفضل فهي كانت يعني خطوة مهمة ومعناها أن العبء بتاع الضريبة ده اتنقل على الدولة دولة بدقولك أنا هشيل عنك العبء ده لغاية للفترة دي يعني مش لازم تفعولي دلوقتي أنا هستنى وهنرفع عنك الحجز هل الحجز ده بيحط صاحب الشركة أو المصنع أو الفرض في مشكلة في التعامل مع مواردين أو مع بنوك أخرى طبعا بيقف تماما طبعا لأن الفلوس اللي عنده السيولة دي بتتخنق جوه البنك ومعرفش يتعامل مع فلوسه اللي في البنك فدي بتفتح له طبعا أن هو يقدر يتحرك ويشتغل تاني وينتج تاني ويحافظ على العمالة بتاعته فطبعا مهمة جدا طبعا عندنا حزمة من المبادرات يمكن أطلقها البنك المركزي الفترة اللي فاتت والحكومة طبعا بتوجهات من السيد الرئيس بتدعم يعني الاقتصاد بشكل كامل وإحنا عندنا مثلا في القطاع الخاص على سوية المسال حوالي 24 مليون موظف ويمكن المبادرات دي بتساهم في الحفاظ عليهم بشكل مباشر أو حتى بشكل غير مباشر مجتمع هذه أو يعني مجموع هذه المبادرات والإجراءات من وجهة نظرك كده متكملة مع بعض إزاي بتحافظ على العمالة احنا بنشوف في أمريكا وأوروبا كل يوم بنسمع عن مزيد من فقد الوظائف إزاي ده في السوق المصري بزل أزمة كورونا زي كورونا بتحافظ على استقرار السوق بس أنا هبتزي بجملة اللي انت تديد بي على الحلقة حيثة الإصلاح الاقتصادي لتعامل وتأثيره دلوقتي يعني هو فعلا احنا يعني من فضل ربنا علينا أن موضوع أزمة الكورونا ده جاء بعد ما كنا حققنا إنجازات في الإصلاح الاقتصادي إصلاح الاقتصادي ده أنا بشبهه دلوقتي يعني بما أنا في موضوع الكورونا ده بشبهه والمناعة كل ما بتزود مناعتك كل ما بتقدر أنت تستتحمل المرض أو الفيروسات أو كده صحيح فاحنا الفترة اللي فاتت تم العديد من الإجراءات اللي خلت الحكومة عندها قوة إنها تقدر تقف على رجلها وتواجه المشاكل اللي احنا بنواجهها النهاردة اللي هي في دول كتيرة مش قادرة تواجهها إحنا شايفين دول العملة بتاعتها بتنهار شايفين اقصادات عندها دول مش قادرة تسدد القروض بتاعتها مصر الحمد لله قدرت إنها تسدد القروض بتاعتها بانتظام شديد السنة دي الحمد لله العملة مازالت متماسكة بصورة كبيرة صحيح الاحتياطات نزلت خلال الشهرين اللي فاتت بس ما هي كانت موجودة ليه ما هي الاحتياطات تبرت لمواجهة الأزمات لمواجهة الأزمات اللي احنا يعني أصبح عندنا احتياطي نواجه بأزمة يعني حبل كده كان أرصد الاحتياطي كانت متدنية جدا وكان علينا ديون خارجية عاجلة كبيرة لكن بعد الصلاح اقتصادي تم عادة هيكلة هذه المسألة وهنا سؤال مهم جدا يا أستاذ عاكف من وجهة نظر حضرتك احنا أصبح عندنا احتياطي نقدي قوي بنواجه بالأزمات ما بقاش فيه سودة بقى فيه استقرار نقدي واستقرار مالي داخل السوق المصرية وكانت من أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي هل الإصلاح الاقتصادي كان عنصر فارق ولو لا لم نكن نقدر نواجه أزمة زي أزمة كورونا نهيا؟ ده أكيد ده أكيد لأن احنا زي ما قلت نحاديتك المثال هي الدول يعني مثلا لبنان عندها أزمة قواطسية جدا لأنهم اتأخروا في الإصلاحات عندهم مشاكل يعني لو بصنا على التصنيف الاقتماني اللي بقول لبنان لأنهما نفس التصنيف الاقتماني المصري اللي كان موجود من كام سنة احنا قدرنا نرفع التصنيف الاقتماني بتاعنا وقدرنا أن احنا نزود الاحتياطات وخدنا قرارات حزمة جدا هم ما عملوهاش كده فالنهار ده هم عندهم أزمة خطيرة لو كان عندهم إقصاد كان لازم يدفعوها الشهر اللي فاتهم والشهر قبل اللي فاتهم وما تدفعتش فده بوريك الفرق كبير ما بين صحيح في الوقت اللي فيه مؤسسات بتقول أن الاقتصاد المصري تصنيف بتاعه مستقر منظرة مستقبلها مستقر وتم رفع التصنيف خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله آه فظل الأزمة ده ده إنجاز طبعا ويدول على حاجات كثيرة يدول أول حاجة أن أنت بنجني دلوقتي زي ما قلنا ثمار هذا الإصلاح ويدول أن المؤسسات الدولية لمساة وقدرة أنها يتحطه في تقييم بتاعها النهار ده تنفوضات مع الصندوق لما تمت الكلام معهم على أنه نحن يتعمل برنامج جديد هكذا لما تقرأ التصريحات بتاعتهم هم بيرحبوا جدا وبيقولوا أن هم التجربة التجربة اللي كانت معنا كانت سهيئة ما كانوش رحبوا أن هم يخشوا معنا برنامج تاني هم شايفين أن التجربة المصرية دي كانت تجربة مميزة جدا وبيتدائما بيضرب بيها المسأل يعني ما بيتكلموا بيشوف الحديثة هو مش معنا كما بنقرأ حديث ليهم عامة بيقولوا لأ في تجربة متميزة زي التجربة المصرية فكل ده طبعا بيدول أن الوضع بتاعنا النهار ده الحمد لله وضع مستقر بصورة كبيرة وإن شاء الله يعني بانتهاء الأزمة دي إن شاء الله مصر ترجع تنطلق أحسن من الأول الحمد لله إحنا يعني الإقصاد كان ماشي بصورة رائعة من ناحية النمو ومن ناحية الاستثمار وحتى أداء البنوك كانت متمايز جدا أو الشركات يعني البلد كانت الحمد لله ماشي افتجاه ممتاز جات الأزمة دي قدرنا نمتص الصدمة بس إحنا في وضع جيد إن بمجرد انتهاء إن شاء الله يعني ونحصار هذه الأزمة نقدر ننطلق وقفين على أرض صلبة أستاذ عاكف يعني بالنسبة للمبادرات التي تم إطلاقها أخيرا لو جاءنا نحطها كده قدام بعض هنلاقي فيه يعني رؤية بتقول إن فيه هدف رئيسي وهو التعزيز الإنتاج المحلي يعني ده واضح كده من رسائل مباشرة من هذه المبادرات بنتكلم على مبادرات لتمويل الصناعة بفايدة 8% 100 مليار ومبادرات لإسقاط الديون ومبادرات للزراعة والسياحة وكمان بنتكلم على رفع الحجز الضريبي من وجهة نظرك ما هو تأثير كل تلك المبادرات مجتمع على الصناعة المحلية طيب البنك المركزي والحكومة بصفة عامة أخدت إجراء زي ما قلنا سريعة ومتميزة كده لو أشوف التناغم مثلا في البنك المركزي زي ما حالتك قلت فيه مبادرة للصناعة مبادرة الصناعة 100 مليار بفايدة مدعمة ده معناها إيه؟ معناها أن المصانع النهاردة تقدر إما تزود الطاقة بتاعتها أو تزود الطاقة يعني تستورد آلات ومعاداتها علشان لو عندها خطة توسعية أو أن هي تزود الإنتاج بتاعتها تتمول رأس المال العامل لها يعني لو عايز يستورد مواد خام أو غيره ويقدر أنه يستوردها أو أنه يشتريها من السوق المحلي بفايدة مدعمة فمعناه أنه هو تنفسيته ترتعلى فبالتالي يقدر أنه هو يتنافس مع المنتجات الإلهية الخارجية بصورة أفضل ويقدر أنه هو تكلفة الإقتراض بتاعته تنزل فربحيته تزيد شوية ده بيعود أكيد في الأزمة دي المبيعات بعض القطاعات تأسطارت بصورة سلبية فمبيعاتهم يمكن نزلت شوية فده يبقى نوع من الدعم لهم بحيث يقدروا يشتغلوا ويحفظوا على أهم حاجة يحفظوا على الإنتاج بتاعه والعمالة بتاعته فده كان ده جدي مبادرة نخش بقى بقيت المبادرات لأنه هم كثير مبادرة السياحة طبعا من أكتر الخطاعات تأثرت طبعا بالأزمة بهذه الأزمة فده يشمل الفنادق اللي هي بيعيد بيعاد تأهلها أو الشركات الطيران وغيره اللي هم في هذا في مجال والمطاعم اللي هي في مجال السياحة وصرف المرتبات يعني حتى بياخد تمويل لصرف المرتبات الموظفية بالضبط كده فده هيسعيدهم من هو يحافظ على الخيان بتاعه ده لغاية ما تعدي الأزمة دي وابتدت إن شاء الله البوادر يعني سمعين دلوقتي أنه هيرجعوا تاني على الأقل السياحة الداخلية تبتدي ترجع تاني طبعا بقواعد معينة فده إن شاء الله هي يعديهم بس الفترة دي لغاية ما تبتدي سياحة الداخلية تشتغل وبتدي عندهم دخل فهي مجموعة كبيرة من مبادرات لو نكلمنا على العملاء المتعثرين دي كانت من قبل أزمة الكورونا وبعيد لك اهتمام برضو الدولة بالصناعة حتى من قبل الأزمة دي برضو إن العملاء تقدر تيجي وبعدين تبدأ الأفراد كمان يقدر إن هو يسدد نص المدينيونية بتاعته ويتشيل من على القوائم السلبية صحيح الأفراد نفس كلام اللي هي المبادرة إن هو يتشيله من على القوائم السلبية من البنوك كل ده بيشجحهم إن هو يقدر يخش تاني في خطوة البنوك يقدر يستلف ويقدر إن هو يشتري يقدر يحصل على سيولة أو حتى بتوفر للسيولة من خلال المبادرات التمويل إنه يقدر يشتغل أستاذ عاكف يعني الخط الواضح الرئيسي هو دعم الإنتاج المحلي يعني من أهم الحاجات اللي الدولة مهتمية بيها والبنك المركزي مهتم بيها لو بصينا اتبعت مثلا للبنوك مجموعة من القرارات كان واحدة منهم إذا أنت تهتم بصاحة الموظفين جوه البنك تخفيف العمالة تطهير الفروع إن أنت تقلل عدد المتعاملين مع البنك تقلل عدد الساعات كل دي إجراءات الهدفنا هي يحفاظ على المواطنين ودي أولوية كبيرة جدا عليهم صحيح نضيف جنبها زي ما قلت التيسير عليهم فجاءت حزمة كبيرة قوي من ودفعات الإلكترونية دفعها يعني كان المحفظة اللي هي البنكية اللي هي على الموبايل تقدر اترفعت كنا بتكلم في 3000 جنيه أو حاجة بسيطة يعني نهر دا بمكلم في تحويلات لحد 100000 جنيه للفرض 200000 جنيه للشخصيات الاعتبرية لها الشركات بقى يقدر انت مش لازم تروح الفرع عشان تسجل نفسك في هذه الخدمة تقدر ان انت تنفذها من يعني كل بنك يقدر البنك المركزي يفتح لكل بنك ان هو يقدر يتحقق منها بالوسائل اللي هو يتحقق منها من العميل مثلا لو فيه رقم اللي هو تعريف البيانات اللي عنده في البنك يعني فكرة تسهيل الإجراءات على العميل انه يوصل للخدمات الكترونية هنتكلم عن اتكلمنا عن دور الحكومة ومبادرات البنك المركزي لكن فيه دور مهم جدا هو دور القطاع الخاص نفسه والشركات هنعرف من حضرتك وجهة نظرك في هذه المسألة بعد فاصل قصير عزيزي المشاهدين ابقوا معنا اهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة تانية ونكمل حادثنا عن دور البنك المركزي المصري ومبادراته في الاقتصاد المصري ودور بنك مصر مع الأستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أستاذ عاكف السؤال كان قبل الفاصل لكن احنا اتكلمنا عن دور المبادرات البنك المركزي والحكومة في مساندة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا يعني القطع الخاص أكيد عليه دوره هو أيضا طبعا البنك بتوفر التمويل للمبادرات موجودة المساعدات من كل جانب القطع الخاص يعني مطلوب منه في الوقت الحالي يعني أعتقد أهم حاجة أنت في الأزمة دايما في وقت الأزمة أن أنت تحاول دايما أن أنت تعمل استراتيجية تخليك تدر تعدي هذه الأزمة بصورة يعني أنت وقف على رجليك يعني تعديها وأن أنت تدور في الأزمة دايما على الفرص يعني حاجة حرارتك مثال في قطعات كتيرة تأثرت بصورة كبيرة بس في قطعات استفادت إحنا في حاجة اسمها رواد نيل دي مبادرة بالبنك المركزي ومجموعة بتسايم فيها من أحد البنوك اللي بنسايم فيها صحيح من ضمن الحاجات إحنا بنتولى ديزاين هاوس جوه اللي هي رواد نيل اللي هو مركز التصميم مركز التصميم ده بنساعد يعني بنساعد حوالي دلوقتي حوالي 70 شركة في مركز التصميم ده على إزاي يصمر المنتج بتاعه إما مثلا منتج مستورد وإزاي يقدر نعمله محليا أو يطور من المنتج بتاعه من ضمن أوريك الابتكار يعني أن أحد الناس قدر أنه هو يعمل الجهاز اللي هو بتاع التعقيم للناس اللي هي تخش هكعرف البوابات التعقيم اللي بتعدي منها قبل ما تخش مكان فهو عمل جهاز مصري وبتصميم هيل وبسعر منافس جدا فبقوا له فيه فرص يعني دايما ما بصش على الأزمة وإزاي أصدرت فيها بصورة سلبية لو ابتكرت تقدر أن أنت تطلع فرص ده لا ياسري طبعا على كل الشركات وكل القطاعات بس بعض القطاعات بقوا له هارتك بتتحلها فرص مثلا فيه مطاعم ابتدت تتكيف مع الأزمة ابتدت تعمل خدمات توصيل مثلا بتعمل عربية وتحط فيها المنتجات بتعمل أكل مجمد وتوصله فدايما أنت زي تقدر يعني فكرة أنه يتكيف ويتعايش مع الأزمة ويتطور وده الأهم يعني أستاذ عاكف بالنسبة لهذه المبادرات ويمكن من بين أهم الإجراءات اللي تمت هو فكرة تفعيل الخدمات الإلكترونية اللي بتقدمها البنوك أنتم كبنك مصر لاحظتم التغير فيه الأرقام عامل إزاي في حتة الإنترنت البنكي والموبايل بانكينج والخدمات أو حتى التعاملات المالية فعلا اللي بتتم من خلال الأدوات الإلكترونية في بنك مصر على سبيل المسال يعني لو هريتكلم على نقطة الإيجابيات يعني كل أزمة بيبقى لها إيجابيات ده من ضمن الإيجابيات خلال فترة دي تم تركيز جدا عن مواملات الإلكترونية البنك المركزي زي ما قلت عدتك دعم بتبسيط الإجراءات أن أنت تقدر تشترك فيها فإحنا أول بنك ينزل حاجة اسمها الواب فورم يعني على صفحة بتاعة البنك بتاعنا تقدرنا أن ننزل خدمة تشترك في الإنترنت والموبايل بانكينج والمحفظة الإلكترونية بإجراءات بسيطة جدا فالناس لقينا نموه كبير جدا في عدد المشتركين يعني بعد الأرقام يعني خلال الشهرين اللي فات عدد المشتركين في الإنترنت والموبايل بتاعنا زاد بنسبة 53% بس ده بسبب الأزمة وبسبب تبسيط الإجراءات بتاعتها وبسبب الحملات الدعائية اللي عملناها علشان نبعد الناس عن أن هي تيجي الفرع طبعا وجودهم في الفرع خطر عليهم وخطر على الموظفين بتاعتنا مثلا طبعا عملت كنا متخوفين جدا جدا من الضغط اللي هتعملوا على الفرع بتاعتنا في أول نزول الشهادة فعملنا أن الناس ممكن مش لازم تبقى عميلي البنك حتى عشان تشتريها تقدر أن انت تعمل تحويل بنكي بالفلوس دي على رقم حساب معين تقدر أن انت تشتري الشهادة وبس بتحط مع التحويل التفاصيل لقم الإسم والموبايل عدد التعاملات الأرقام فيها مثلا الشهادات مليار ونص مثلا أنا أسف أكتر أنا أسف مليار ونص أنا أسف دي جات من الـ ATM يعني خلينا الناس تدر من على الـ ATM تشتري الشهادة من إجمالي مشتريات الشهادات بمليار ونص مليار ونص بماكنة الـ ATM فمن التحويلات كان يمكن حوالي يمكن 30% من حجم أو 20% من حجم التعاملات الشهادة اللي احنا عملناها وصلنا حوالي ديها تحويلات حوالي 40 مليار أو مظبوطة فبتخلق لما بتخلق بالنسبة للناس وسائل إلكترونية بتساعدهم إن هم مايروحش الفرع مايتعيديش مايقفش في طبور صحيح أو أسهل يعني إيه اللي هيخلينا نروح أضرب مشوار وتكلفة ووقت ضايع ببتدي يتعود على الخدمة وده مهم جدا اللي بقوله وده اللي يمكن إن شاء الله بنشايفينه من المميزة يعني من الحاجات الإيجابية اللي حصلت في هذه الأزمة إن ابتدت الناس ستعود عليها بدا الناس اللي كان يقولك لأ أنا أعمل تحويل ليه من موبايلي أنا نروح الفرع وامضي وأتأكد بنفسي لأ خلاص مع الحاجة بتاعته إن هو مايروحش الفرع يبتدى إن هو يجرب الخدمة ولقيها سهلة ومضمونة ومؤمنة فبيقدر إن هو يتعامل عليها يعني حجم مثلا التعاملات اللي شفناها على الإنترنت برضو في الشهرين دول زيت من نسبة 130% 130% في حجم التعاملات على الإنترنت والموبايلي عدد العمليات لا حجم حضرك بالنسبة للمبادرات الأخرى اللي أطلقها البنك المركزي ويمكن فكرة تمويل المصانع كان فيه مبادرة بـ 100 مليار جنيه بفايدة 8% لقطاع الصناعي وده يمكن دخل ضمنها قطاع الزراعي ومؤخرا النهاردة القطاع المؤولات يعني بنك مصر استحوز على كام في المية يعني 35% يعني عندنا 35 مليار الدول اللي بيتم ضخوم لعملاء عندنا تحت هذه المبادرة تحت مبادرة المئة مليار المبادرة السياحة عشان سعاك يعرف أن مش كله بيعمل في الأزمة مش كله صحيح بيعمل يعني طلب للتدقاء طلب للتدقاء فأعملنا حوالي مليار مليار ومية بس دول البنك مصر بس طيب بالنسبة ليه دخول قطاع مهم هو قطاع العقاري في أو تطور العقاري في المؤولين أنا آسف في مبادرة الموجهة للصلاحة الثمانية في المية وجهة نصر حضرتك ايه في هذا التحديث المستمر لهذه المبادرة تحديدة لا ده كان برضو مهم جدا لأن قطاع المؤولات ده أول حاجة كثيف العمالة بصورة كبيرة جدا وبذات العمالة اللي هي لقنا اليومية اللي هي ما عندهاش دخل ثابت طبعا بيتأثروا بصورة كبيرة جدا لما بتقل حركة قطاع المؤولات كمان القطاع ده بيمحافز لقطاعات أخرى يعني القطاع المؤولات لما بيشتغل ما بيشتغل معه الأسمنتو والسيراميك وغيره من القطاعات المواد البونة كلها فده بيحرك قطاعات تانية فهو برضو قطاع مهم وغيره يعني هو مرتبط به قطاعات كثيرة جدا فهو قطاع زي ما هونا حجمه من الاقتصاد كبير لكثيف العمالة ومحافز للقطاعات الأخرى اللي هي الفيدنج اندرسيز اللي هي زي ما واضي البناء وغيره أستاذ عاكف أزمة كورونا وضحت لنا أمور كتير يمكن كان من بينها فكرة طريق التقديم الخدمة للعملاء هل فيه تغيير في استراتيجيات البنوك عماتا أو حتى بنك مصر على سبيل المثال في التعامل مع خدمة العملاء سواء من خلال الفروع أو حتى القنوات المختلفة الإلكترونية طيب هنا الحال يعني فيه استراتيجية محورها هو العميل ومحورها رئيسي هو أن انت تبقى إزاي تخلي كل الخدمات بتاعتك بتصبح يعني بتلف حولين العميل بتبدي بالعميل وبتنتهي بالعميل انت بتاخد رحلة العميل بالكامل في أي منتج بتعمله يعني لو هاردك عايز تاخد قرد من ساعة ما بتفكر تاخد القرد لغاية بعدين بتاخد القرار إزاي بعدين بتروح الفرع ولا ولا تقدر تستعمل حاجة بديلة زي الانترنت أو الموبايل بانكينج أو الصفحة بتاعت الانترنت بتاعت البنك والتقديم الطلب وتنفيذه وخدمة ما بعد البيع بعد ما خده إزاي تقدر لو مثلا بتصل بكل سنتر علشان يسأل على القرد والإستو كل ده بيتم وراجعته دلوقتي يعني ده جوه البنك ده من الأول دي خطات تاعتنا جاءت الأزمة دي يعني وضحت لنا فعلا ان احنا بالحمد لله ما شير في التجاه المزبوط وان ده لا ده طريق لا تقدرش ان انت تحيد عنه لازم ان انت تركز عليها لازم محور ان انت تخلق له قنوات بديلة وتخلي ان هو مش لازم يروح الفرع تقلل عدد المعاملات التي بتتم جوه الفرع ومش بس توفر الوسائل البديلة تيسرها عليه بحيث تبقى إجراءاتها بسيطة إجراءات ان هو يتعامل معاها اول مرة ان هو يشترك في الخدمة ان هو لو عنده سؤال ازاي يدر يعمله اخلق له قنوات اتصال تساعده مثلا هقول لعنتك مثال برضو من ضمن الحاجات اللي عملناها انا اول بنك ينزل حاجة اسمها الشاتبوت دي بيقدر ما كانوا على الانترنت يكلم روبوت اللي هو يعني زي انسان يرد على التساؤلات وتفاعل وبعدين مرحلة التانية اللي بعدها عملناها على الواتساب فهل تقدر تقدر دلوقتي تتكلم هل الادوات اللي استخدسها بنك مصر في هذا الاطار ساعدت في تخفيف الضغط على خدمة العمل الهاتفين كان قبل كورونا على طول مباشرة ما كناش مستعدين لكمية الاتصالات الكبيرة اللي جاء هل الادوات دي خففت الضغط على خدمة خففت الضغط مش معناه انه هي ما فيش ضغط عليها هو ضغط رهيب لان طبعا الناس مش بتحاول ما تروحش الفرع عدد ساعات العمل قلت ففيه ضغط طبعا رهيب على خدمة العمل الهاتفية طبعا زودنا طبعا زودنا عدد الناس اللي بيشتغلوا فيها وبنزود برضو مرحلة تانية بنوفر لهم مكان وبنزود مرحلة تانية بس لولا الاجراءات اللي احنا عملناها بتوفير البدائل دي عند واتساب ممكن حد يرد عليه عنده روبوت يقدر يوفره فيه خنوات بديلة هو مستعجل يقدر فيه خنوات بديلة يقدر ان هو يتعامل معها وبطريقة ايسر وفي اي وقت 24 ساعة وهو قاعد في اي وقت يقدر ان هو يتعامل معك يمكن احنا شايفين فيه اختلاف في سلوكيات العمل مع البنوك نتكلم هنا على دور البنك لا هنا نتكلم على سلوكيات العمير لنفسه حضرتك قلت فيه 130% زيادة في حجم التعاملات البنكية عبر الانترنت فيه 53% زيادة في عدد المشتركين هل فيه سلوكيات اخرى رصدتوا انها موجودة يعني مثلا بالنسبة لكروت الاقتمان كروت مسبقة الدفع هل فيه اعداد زادت في استخدام هذه الوسائل الناس اللي اول حركة عارف كانت بتنزل تاخد المرتب بالكارت يصرفه كاش ويبدأ يتعامل به هل هذا السلوك اتغير النهاردة يعني ابتدى ابتدى وبرده يعني من ضمن الحاجات اللي ما كلمناش عليها من الحاجات العمال البنك المركزي حيث تيسير الدفع الالكتروني صحيح فالبنك المركزي مثلا خلى ان انت تقدر تشتري بالكارت بتاعك من اي تاجر التاجر ده كان بتتحمل نسبة خاصة خلى البنوك ما هي اللي تتحمل هذه النسبة فبالتالي التاجر مش خسران حاجة لو هستعمل المكنة اللي هي الـ POS اللي هي بالنسبة تستعملها للشراء الالكتروني فده ساعد في طلب عليه مثلنا النهاردة نتوسع اكتر صحيح ابتدت التحولات مجانا استحب من كل مكن الـ E-T-M حتى لو مش البنك بتاعي حتى لو مش البنك بتاعك مجانا فكل دي اجراءات برضو يسارت على الناس يعني حتى لو بيتعامل مع بنك شبكة بتاعته مش كبيرة في الـ E-T-M يدعو يروح اي بنك قريب منه كل ده يسطر كتير المحفظة مثلا بسبب تيسير اجراءات التيسير اللي اتعملت والتطوير اللي عملناها الحمد لله في المنتج ده انا كان عندنا من سنتين 29 ألف مشترك بس في الوالد لانا كان منتج جديد اللي هو المحفظة البنكية زادوا لـ 200 ألف في 30 ستة 2019 النهاردة عندنا 500 ألف من 30 ألف الـ 500 ألف و هتلاقي في نسبة كبيرة جدا منهم جاية في الشهرين في الشهرين الفاتح بالضبط كده فده كل دي بتبين انه طريقتهم في الاستخدام الاستخدام على الوالد زايد حوالي 50% يعني فورده كل ده من ضمن الحاجات المهمة اللي اتعملت في مصر هي بطاقة ميزة يمكن البنك المركزي بيستهدف منها أرقام كبيرة والحسن الحظ يمكن قبل كورونا بحوالي سنة بدأنا أو شهور يعني بدأنا في بطاقة ميزة وأصدرنا أرقام كبيرة منها بنك مصر بيعمل ايه تحديدا في ملف بطاقة ميزة البطاقة الوطنية احنا وصلنا دلوقتي لغاية بليون بطاقة أصدرته مليون بطاقة ومليون عميل مليون عميل وفي زيادة كبيرة طبعا يعني أغلب الإصدارات الجديدة بتبقى في كارت ميزة وده عشان نشرح لناس إيه الفرق ما بين كارت ميزة وغيرها إن ده البطاقة بيتخش على محاول قومي يعني دي بتاعت مصر هنا مش بتطلع بره مصر هو بتوفر عملة يعني لو كانت أي معاملة هنا بتتنفذ على الشبكات هي بطاقة محلية بطاقة محلية ما بتطلعش بره الشبكة بتاعتنا وده أأمن وأرخص بكتير طبعا وتكلفتها أرخص فبالتالي التاجر زي ما قلنا هو فيه فيه نسبة معينة التاجر بيتحملها صحيح فحابب إن هو يشتغل بيها لأن النسبة بتاعته صغير قوي بالنسبة للتجار طبعا هي من دلوقتي متشغلة لصفر بس طبعا لما ترجع تبقى بطلق صغير فبتلاقي تجار بيقبلوا عليها والنهاردة طبعا الحكومة عملت حاجات كتيرة المدفوعات الحكومية كلها بتتم دلوقتي بالكروت ويمكن ندفع بقية كارت على فكرة كارت ميزة أو غيره بس هو كارت ميزة يعني أيصر للناس فالناس بتقدر إنها تتعامل طب هل الناس بتاخد كارت ميزة المليون بطاقة اللي أصدرها بنك مصر كلها شغالة وأكتف بشكل مستمر ولا بيستخدمها في حاجة معينة وشكرا البداية كانت إن هو الأول يبقى معها البطاقة وبعدين إن هو يستعملها ومجرد ما بيستعملها ويزاد دلوقتي مع أزمة الكورونا طبعا بقى أأمن لك ألف مرة ليه أروح وقف أروح ياما البنك وأخد كاش من فرضا أو من الاتم في ناس كتيرة بتستعملها يعني مهما أنا بنحط على قد من يقدر في الفروة بنحط مطاهرات جنب المكانة بحيث الراجل العميل بعد ما يتعامل يقدر إن هو يطاهر يده وكده بس برضو ليه وفي الشارع هل هي هو كاشو بيتم تداوله طبعا فدي أأمن بكتير فبرضو شايفين زيادة كبيرة ومع تخفيف أو الغاء العمولة اللي على التجار لأ في زيادة كبيرة في الاستعمال فكل ده بيعني حماية للمواطن ويتيسير عليه وده إن شاء الله بعد نهاية الأزمة هتبقى فيه اكتسب عادة إن هو فيه ناس بقت فاهمة إن الكاش ده لأ ممكن يقين أي أمراض ممكن إن هو ليه قف اي تي أم هفضل واقف في طابور طويل عشان أسحب فلوس وأنا قدر إن أنا أتعامل على طول يعني كنا بنشوف في مولات أو في مثلا سوبر ماركت الناس بتسحب كاش وتروح تشتري كاش طبعا أنت جوه فيه مكان صحيح العداد دي تتغير طيب يعني أستاذ عاكف بالنسبة للشمول المالي عايزة أسأل حضراتك سؤال خاص بالشمول المالي الدور بالإضافة لكل الحاجات اللي الكلمة فيها لأن دي حاجات أساس للتحاول الإلكتروني من عناصر الشمول المالي إيه تاني بيعملوا بنك مصر ليه تحقيق الشمول المالي يعني على مستوى الفروع على مستوى التوعية والثقافة العمل حاجات كتير يعني طبعا طبعا يعني حتدي بس عشان برضو ندي البنك المركزي يحققه في موضوع الشمول المالي وفعلا إحنا أنشأنا الإدارة وعيننا رئيس القطاع عندنا دكتورة سوزان الشخصية يعني ده خبرة كبيرة هي تقدر تمسك هذا القطاع ده وهي بتحب القطاع ده يعني من أول الطفل الصغير إحنا بنروح مدارس وبنعلمهم يعني إيه شمول مالي يعني إيه معاملة بنكية يعني إيه كانت بنحاول نساعدني في جيل جديد يبقى متفاهم المسألة من التوعية فده بداية ده جزء منها الفروع إحنا النهاردة الحمد لله نحن دينا أكبر شبكة فروع في البنوك التجارية ونتوسع فيها السنة فاتت فتحنا 34 فرع السنة المالية وصلنا الكام بقى بعد بناءة السنة المالية إحنا يعني بناءة السنة المالية كان عندنا 650 و54 فرع دلوقتي إحنا تقريبا وصلنا 700 فرع نهاية السنة المالية الغد دلوقتي فاتحين كمية حواري 50 فرع فبنتوسع بصورة كبيرة في الفروع دي ليه؟ عادي نوصل الناس في الأماكن النائية في المحافظات في الأقاليم موجود الفرع بيساعد في أنه يبقى يتفاهم يعني إيه منتجات بنكية ويبتدي يتعامل معها جزء تاني الشركات المتنهية الصغيرة ومتوسطة ومتنهية السفر الحمد لله حصل عندنا مه هايل هنتكلم أكتر في تفصيل تجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتوسطة وباقي أركان ميزانية بنك مصر ونتاج عماله تعمل نتاج عمال ما شاء الله يعني الإنسان المالية اللي فاتت هايلة نتكلم فيها بعد فاصل قصير أستاذ عاكف المغربي بيتكلم معنا عن دور بنك مصر في دعم الاقتصاد وتقديم خدمات مصرفية للمواطنين ابقوا معنا أعزائي المشاهدين ووصل حديثنا بعد الفصل أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ونكمل حديثنا عن دور بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري وتقديم خدمات مصرفية للمواطنين أستاذ عاكف كلمنا يعني حرارك وتعايز كلم على مسألة المشروعات الصغيرة ومتوسطة ودور بنك مصر في هذا القطاع المهم البنك المركزي كان فيه مبادرة بمئتين مليار بنتكلم فيه تعليمات بعشرين في المية من إجمال التمويل يروح لهذه الشريحة المهمة من المشروعات بنك مصر عمل إيه في هذا الملف الحمد لله ربنا يعني كان موافقنا جدا في الملف ده يعني في الفين وستاشر محفظة بتاعتنا في الشركات تلاتين ستة عالفين ستاشر كان اثنين مليار وتمنمية حصل تطوير جامد لهذا القطاع ودعم لي كبير ويعني حزة من القرارات خدناها ده يعني خلينا مثلا فروعت عندها صلاحيات أكبر وغيل وتدريب ونزلنا برامج جديدة وحاجات زي كده فقدرنا ننمو بصورة الحمد لله مضطردة الحمد لله تلعنا الاثنين مليار وتمنمية وصلنا 4 مليار بعدين لـ 4 مليار بقى أم في السنة اللي بعدها بعدها بقى 10 مليار 10 مليار سنة اللي بعدها وصلنا 23 مليار دلوقتي سنة المالية اللي فاتت اللي هي في 36 مليار تلاتين ستة وصلنا كان 23 مليار دلوقتي احنا في حوارية 30 مليار الحمد لله في الملف ده فالنمو الحمد لله سريع وهم حافظين على جودة المحفظة ودي كان يتم والخصة يعني وفقا لتعلامة البنك المركزي محقق نسبة الحمد لله بفضل ربنا يعني الحمد لله وده بفضل الزملة كلهم يمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تغني عن المشروعات الكبيرة دور بنك مصر على مدار السنين الطويلة اللي فاتت يمكن من ساعة ما تأسس من حوالي 100 سنة طلعت باشا حرب كان هدف وتمويل مشروعات وإنتاج محلي انتوا بتعملوا ايه في الملف ده النهاردة بعد 100 سنة من بنك مصر لا طبعا طبعا هو كلهم مهمين يعني شركات الصغيرة متوسطة والشركات الكبيرة وهي كلها دايرة يعني لو ما فيش شركات كبيرة مش هتشغل الشركات الصغيرة صحيح اللي هي بتدالها المنتج بتاعها أو بتدعمها فهي المنظومة كلها مهمة جدا فلازم دعم الاتنين مش الشركات الكبيرة فقط ومش شركات الصغيرة يعني الاهم هو الصغيرة يعني دي كثفة العمالة أكتر وهي دي اللي بكرة هتبقى شركات كبيرة إن شاء الله يعني بالنسبة بقى للمشروعات الكبيرة احنا مثلا 23% في السنة المالية الفاتح في حجم التمويل المالية وصلنا 272 مليار ففيه النمو جيد جداً المهم عندنا مش بس ان انا اكبر كمحفظة انا اجود من المنتجات بتاعتي فعلا اعملنا ادارة للخدمات الشركات وخدمات المالية لها ومستلسات المالية وفعلا عمل شغل متميز بتساعدهم في ازاي ان هو يدير الدورة بتاعته بصورة افضل عملنا ادارة بتاعمل يعني مثلا الكاش بتاعه الاعتمادات الخطابات والضمانات ازاي نظر يدير دورة رأس المال بتاعته بصورة افضل عملنا مثلا ادارة تانية للمشتقات وغيره فبرده دي بتساعد ناسها تتحوط من بعض المخاطر فدي عملت برضه شغل متميز فالغارة ده انا ادي للعميل عملنا خدمة عمل الشركات جوه الفرع بتاعتنا علشان جوه الفرع يبقى الناس دي متخصصة في خدمة عمل الشركات فاهم المنتجاتهم فهم يعني اعتمادات بصورة افضل من الشخص اللي هو كان في الاول موجود هو كان فيه ناس بتقوم هذه المهمة بس كان بيعمل هذه المهمة للشركات والافراد عملناها وتخصصية افضل بتدريب افضل فقدرت ان ايه تسرع الاجراءات بتاعتها بصورة افضل بتادي خدمة التجزئة المصرفية ده دي الخدمات اللي بيقدمها البنك لعملاء الافراد النهاردة حجم محفظة التجزئة المصرفية والتمولات الممنوحة للافراد قديه ووديحهم كمان من احتنا احنا التجزئة الحمد لله ماشية بصورة متميزة جدا السنة المالية الماضية احنا زدنا ب41% والسنة دي برضو يعني الحمد لله اول 6-7 شهور كانت متميزة احنا وصلنا دلوقتي فوق الـ 50 مليار لهذا الخطاع اللي هو التمولات التمولات للخطاع الافراد وزي ما قلت عليك الامس لو قلتوه عليه دي ان خلقنا وسائل اتصال مختلفة بقى في الانترنت بانكينج بقى في الموبايل بانكينج بقى في الوالت بقى في الشاتبوت يعني جودتوا الخدمة مش بس هو حجم تمويل لكن فيه تجويد للخدمة من ناحية الودايع الافراد نهاردة خاص الودايع طبعا بزايدت طبعا الشهادات اللي هي مرتفعة العائد طبعا عملت نموه بتعلق خم بشكل كبير احنا الودايع بتاعتنا وصلنا حوالي 850 مليار تقريبا يعني اجمال الودايع اجمال الودايع الشهادات منها بتمثل حوالي 440 مليار منها الشهادات مرتفعة عائد كلها بس ففيها برضو مقبول كبير عدد العملاء مثلا زاد السنة المالية اللي فاتت 18% احنا وصلنا دلوقتي بنهاية السنة كان عندنا حوالي 12 مليار دلوقتي احنا 13 مليار بنهاية 31-19 في موضوع مهم جدا هو تمويل الشركات يعني غير تمويل الشركات غير تمويل مشروعات الانشطة التجارية اللي بيعملها البنك في مسئولية مجتمعية بنك مصر واحد من البنوك اللي بتهتم بهذه المسألة يمكن تشرح لنا اكتر بنك مصر بيعمل ايه في المسئولية المجتمعية خاصة في ظروف زي ما حرارك عارف بنواجهها وبيواجهها العالم كله فيروس كورونا المسئولية مجتمعية دي يعني اذا كانت مهمة بصفة عامة لأي شركة فالبنك زي بنك مصر بنك وطني فهي بتاخد اهمية اعلى احنا دورنا مش بس ان احنا نجبر ونعمل ارباح الحمد لله احنا كان عندنا زيادة متميزة الحمد لله في ارباح السنة اللي فاتت 112% ولكن ده ما بيجيش ابدا على حساب دورنا الوطني ومسئوليتنا فالتبرعات السنة اللي فاتت كانت حوالي 760 مليون في السنة المالية السنة اللي فاتت استنادي طبعا مع فيروس الكورونا بقى فيه برضو تبرعات كتيرة وفيه دعم راح يامل اتحاد البنوك وتحية مصر يامل لشيرى اجهزة تبرعات المستشفيات او اجهزة تنفذ صناعي او غيره او دعم العمالة الغير الموسمية وكل دي اجراءات اعتعملت يعني السنة دي احنا تقريبا لغاية دلوقتي لغاية شهر فبراير حوالي 660 مليار ده غير سوري مليون سوري 60 مليون غير الحاجات اللي احنا ده خلال السنة الجديدة اه السنة الجديدة ولسه فيه دلوقتي بنتكلم شهرين دول فيه مبالغ يعني فعن عادي السنة اللي فاتت هل قال فيه تركيز على قطاعات معينة في المسؤولات المجتمعية التركيز هو الصحة والتعليم دول اهم اهم حاجتين بنهتم بيهم والاسكان يعني دول دول تلاتة مهمين جدا جدا لان هما دول يعني التعليم هو ده المستقبل الساعة لان ده الساعة المرض ساكة الحال كريمة والساكة الحال كريمة فدول يمكن التلاتة حاجات منها تم جدا دي صحيح عايزين قبل ما نختم الحلقة مع حضرتك النهاردة يعني تقول لنا رؤيتكم المستقبلية كبنك مصر بنك الوطني فيه يعني بنك مصر هو بنك وطني فيه دعم الاقتصاد انتو مستهدفاتكم ايه لعشرين وعشرين يعني اول سنة المالية الجديدة اللي هتبدأ من شهر ستة طبعا هو بنك مصر وبنك الاهلي ويعني بيشيلوا كتير جدا بيدعموا الاقتصاد بصور كبيرة ما بيبان في تبرعات بتبان في مثلا شهادات مرتفعة العائد عشان تخفى عن المواطنين لما الفايدة نزلت علشان تدعيم الاقتصاد ودي برضه محاجة ما ذكرناهاش الهيه 3% البنك المركزي كان نزلها علشان يدعم الاقتصاد فيه أدوار كتيرة فيه حاجات ممكن تأثر على ربحية البنك بس مش مهم من هنا دورنا هو تنموي أكتر ما هو مجرد أن أنا بنك وأن أنا أقدر أعمل أرباح بس الخطة عندنا هي التوسع في الخدمات المصرفية المتقرة الحديثة اللي قلت لحدتك عليها أكترها خدمات إلكترونية جزء تاني هو توسع بره مصر التوسع في أفريقيا دي بتاخد أولوية كبيرة عندنا إحنا شايفين ده ده ظاهير الأفريقيا دي ظاهير اقتصادي وسياسي مهم المصر فالتواجد هناك نابع من إن إحنا شايفين إن فعلا فيه فرص هناك وبعزين نشجع الشركات المصرية إنها تتواجد هناك يا إما شركات مثلا في مجال المأولات أو في مجال التصدير أي شركات صغيرة هنا عايزة تصدر فده أقرب سوق ليك فبنساعدهم بالتواجد بتاعنا هناك بإن أنا بفتح مش بس إن أنا لازم يكون عندي فرع هناك لا إحنا كمان بيعندي حدود اقتمالية مع المؤسسات المالية اللي موجودة هناك فعشان أقدر أسعادهم على التصدير بتاعهم أقدر أفهم السلوء أفهم احتياجاته إنا بنفتح تلوقتي فرع في الصومان وده يعني لولا الكورونا كان زمان نفعت إحنا بس هو يعني تقريبا جاهز يعني فاضل بس إن نبعث الزملاء هناك بنفتح في كينيا بنفتح في كودفور دي فرع جديدة فرع أو مكاتب تمثيل وده خطة السنة دي سنة جاية برده وعفية إن شاء الله إن شاء الله وستاذ عاكف أنا بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا النهاردة والمعلومات القيمة اللي أضفتها لنا بشكر حالتك على السلطة شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين إلى هنا تنتيح حلقتنا من برنامج بنوكوا استثمار النهاردة ونشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من البرنامج في نفس الموعد أشوفكم على خير إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة